دابلاً عاصمة إيرلندا تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ولأول مرة عن مسألة الوثائق الأمريكية المسربة بشأن الحربي في أوكرانيا فأبدى بايدن قلقه بشأن تسريب الوثائق لكنه رأى أن لا خطر داهماً من محتوها لست قلقاً بشأن تسريب الوثائق السرية وليس هناك خطراً داهماً منها هناك تحقيق شامل يجرى بشأن الوثائق المسربة وهو على وشك الانتهاء هذه التصريحات جاءت بعد اجتماع بايدن مع نظير الإيرلندي مايكل ديهيغنز الذي تطرق خلاله إلى تطورات الملف الأوكراني وتكامل موقفين البلدين بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا والجهود الثنائية لتحقيق العدالة الاقتصادية في العالم كما أكد ذلك الرئيس بايدن في كلمته أمام مجلسي البرلمان الإيرلندي تاريخنا يذكرنا بالمسؤوليات المشتركة أيضاً نستذكر آمال أجدادنا ونتطلع للعمل معاً من أجل الأجيال المقبلة نحن نعرف كيف نحمي الديمقراطية وكيف ندافع عنها اليوم إيرلندا والولايات المتحدة يقفان جنب إلى جنب في وجه الجنون الروسي المتوحش لمساندة الشعب الأوكراني الشجاع الرئيس بايدن كان ناقش مع رئيس الحكومة الإيرلندية ليو فاردكار جهود حفظ السلام في إيرلندا الشمالية بمناسبة اتفاق الجمعة العظيمة الذي وضع حداً لثلاثة قرون من الصراع بين البروتستانت والكاثوليك في هذه المنطقة مع هذا الحراك السياسي واللقاءات في دبلن يمكن القول أن الزيارة بطبيعها السياسي انتهت لتبدأ رحلته باتجاه أرض الأجداد في اليوم الأخير من زيارة بايدن لإيرلندا أي إلى منطقة مايو وتحديداً بلدة بالينا الإيرلندية توني شمي الحرة دبلن